أهلا بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن ما هو تفسير رؤية شخص مشهور في المنام لابن سيرين إذا رأى أحد شخصا مشهورا في حلمه وكان يرتدي ملابسا سوداء دل هذا الحلم على أنه سيصاب بحزن أو سينال الهيبة والوقارة في حياته أما إذا كان هذا الشخص يرتدي ملابسا خضراء أو بيضاء فهذا يعني أن الله تعالى سيسر حال رأيه وسيرزقه بالفرح الكثير والخير الوفير من يرى في منامه أحد المشاهير وكان يضحك دلت رؤيته على أنه سيستقبل أحداثا سعيدة في حياته أما إذا كان هذا الشخص متجهم الوجه فالحلم ينزر صاحبه بحدوث ما لا يسره الحلم بالشخص المشهور المعروف بسمعته الحسنة وأخلاقه الرفعة يدل على أن الله سيصلح لرأي أحواله أما إذا كان هذا المشهور معروفا بأخلاقه وأفعاله السيئة فكانت الرؤية دلالة على وقوع أحداث سيئة في حياة صاحب الحلم من الرؤى المبشرة الحلم بأحد المشاهير يقول لرأي الكلام الطيب فتلك دلالة على استقرار حياته وزوال كل ما يسبب له الخوف والحزن الحلم بالجلوس مع مغني معروف يغني لرأي يدل على وجود من يخضعه ويريد إلحاق الضرار به من الرؤى المبشرة للفتاة العزباء حلمها بالحاكم يقوم بوضع تاج على رأسها فالحلم يشير إلى قرب زواجها من رجل يتسم بالأخلاق العالية والتدين أو أنها ستحصل على ترقية تعلي من مكانتها في عملها عندما يرى أحد في حلمه شخصا مشهورا في أي مجال وكان لا يفهم اسمه لغرابته فهذا يعني أنه سيعاني في حياته أما إذا كان اسم هذا الشخص مفهوم وجميل المعنى دل هذا الحلم على حصول رأي على الخير الكثير تشير رؤية زوجة الحاكم في الحلم إلى تبدل حياة الرأي إلى الأفضل وخاصة من همومه وأحزانه أما الحلم بالحاكم نفسه يدل على تواضع الرأي ومساعدته لمن حوله إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تتابعونا على سوشيل ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر